بيديها الصغيرتين تربط على كتف أختها وكانها تحاول أن تزيل من على روحها الصغيرة ألم الفقد الذي تشعر به هنا تعيد معها خطواتها الأولى من جديد تتأمل الوجوه وساقها الجديدة الغريبة عنها أما هدى لهنا ينظر لرفاقه بحسرة وكانه يقول لهم إنما بأيديهم وإن كان لعبة فهو باسلبه ساقه وبعكزيه يخطو طريقه مجتازا وعورته وصخوره ومصابه وفقده والله شعور يعني أموت يعني خصى لما أشوفه كذا راقد أقال عيد عرفي وقل لي واما خباتي صناديلي يقول لي واما ما غلتيني شنبزت صداد أقال عيد ورقلي مفقوطة هلال كالمئات غيرة بل الألاف بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعلنت أن أكثر من ستة آلاف يمنيا بطرت أطرافهم بسبب الصراع الذي بدأ في البلاد منذ أكثر من عام ونصف تشكل الألغام عاملا رئيسيا لحصد أطراف اليمنيين يليها الإصابة خلال المعجهات المباشرة وتتبعها تلك القذائف المرسلة للمدنيين من الأرض والسماء ويبقى العجز الطبي وشحات الإمكانيات الطبية والصحية التي يعاني منها القطاع الصحي عامة في اليمن وعدم وجود مراكز متخصصة لعلاج هذه الحالات هو الوجه الآخر للفشل في إنقاذ أطراف المصابين ففي هذه المستشفيات التي ما زالت صامدة وتعمل بأقل الإمكانات المتاحة لا يجد الطبي غير الأدوات البدائية لإنقاذ حياة المصابين من الموت في تلك الأثناء غير مدرك أن موتا من نوع آخر انتظره لاحقا هذه الصورة ما هي إلا وجه من وجوه الحرب البشعة التي لا حصر لها وهؤلاء هم الصورة الأكثر وضوحا لحال بلاد مهشمة الروح مبتورة الأطراف بالكاد تستطيع الوقوف مترنحة تنتظر الخلاص